في عيد الثورة السورية قامت منظمة ساك السورية الأمريكية بتنظيم عرض لفيلم غاندي الصغير في إحدى قاعات الكونغرس الأمريكي الذي يتناول حياة أحد رموز الثورة غياث مطر وحضر العرض مجموعة من الناشطين والباحثين والمهتمين بالقضية السورية وأكد مخرج الفيلم سامي قاضي على أهمية عرض هذا الفيلم في عيد الثورة الخامس وفي الكونغرس لتسليط الضوء على الناشطين السوريين السلميين والذين غيبهم الأعلام بحسب وصفه فيلم لتلغاندي كان كتير مهم أنه يتم عرضه في يوم عيد الثورة الخامس في مكان يجتمع فيه صناع القرار وهو الكونغرس الأمريكي لا يتم نقاش حول هذا الفيلم حول أبطال هذا الفيلم حول غياث مطر حول هؤلاء الشباب اللي غيبهم الأعلام والذي الشعب الأمريكي ما بيعرف عنه أي شيء وقام رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي أدرويس بالتأكيد على صلته العميقة بالسوريين وفهمه لمعاناتهم وفخره بموافقة الكونغرس الأمريكي على إنشاء محكمة دولية لمحاسبة الأسد على جرائمه وبعودة السوريين إلى المظاهرات والتعبير عن مطالبهم واستمرار ثورتهم أود أن أبدأ بالحديث عن العائلة السورية التي كانت تسكن بجوارنا في كاليفورنيا وكل ما أتخيله الآن هو حجم الهم والقلق الذي كانوا يعيشوه خوفا على أقاربهم في سوريا في اللحظة التي توقفت فيها الطائرات السورية والروسية مؤقتا عن القصف عاد الناس إلى الشوارع يدعون للسلام وإيقاف الحرب والديمقراطية مؤكدين أنهم وبعد خمس سنوات من الحرب وبالرغم من العدد الهائل للقتل والمعاناة اليومية التي عاشوها إلا أنهم ما زالوا مؤمنين بالأهداف والمبادئ التي قامت عليها الثورة بالأمس كنت فخور أن مجلس النواب طلب تبني القرار 121 والذي يدين الأسد ونظامه بارتكاب جرائم بشعة وأكد مدير العلاقات الحكومية في منظمة ساك محمد غانم على أهمية قصة غياث مطر ونشرها في الكونغرس لضحض كذب ودعاية نظام الأسد على حسب تعبيره نحن اليوم في قاعات الكونغرس الأمريكي ونحن نحاول أن قصة الثورة السورية التي قصة شهيد غياث مطر بتمثلها ننقلها للشعب الأمريكي عبر الأعضاء في الكونغرس هنا دارية مدينة خالية على قلبنا جدا والنظام تعمد إقصاء من الهدنة زاعم أنه فيها نصرة وهي رمز السلمية فلذلك نحن حتى نضحض كذب الأسد ومزاعم الأسد أتينا بقصة غياث مطر إلى الكونغرس الأمريكي وكلما ازداد الأسد كذبا كلما ازدادنا اجتهادا ويبقى التفاؤل سيد الموقف عند بعض الناشطين السوريين الأمريكيين بسبب الأحداث المتسارعة والمتزامنة مع عيد الثورة السورية كأنسحاب روسيا وتمرير قانون محاكمة الأسد في الكونغرس الأمريكي وأستمرار المظاهرات السلمية عيد الثورة الخامس الحمد لله ما إجاء بس بخروج روسيا ووضع الأسد على قائمة مجرمي الحرب بس شفنا كمان قبل أسبوع سبوعين كيف الناس في السورية استغلت فرصة الحضرة الجوي وطلعت بالشارع وأكدها على سلمية الثورة ثورة سورية مضى على بدئها خمس سنوات وقف بوجهها الكثيرين وضحى من أجلها الملايين ولكنها عادت بفضل أيقوناتها ومبادئها وإيمان الملايين بها عادت عبر شوارع سوريا وعبر سرد حكاية أبطالها أمثال غاندي الصغير غياث مطر هذه بوزوت الفيزيون الأوريانت من داخل الكونغرس الأمريكي العاصمة الأمريكية واشنطن